على خطى الرئيس الامريكي جو بايدن نعت الرئيس الليتواني جيتاناس نوسايدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل وذلك خلال مقابلة اجراها امس مع قناة بالتيك نيوز سيرفز وانتقد نوسايدا خلال اللقاء التصرفات الروسية والتي لا تأخذ بعين الاعتبار سلامة الاراضي الليتوانية وتنتهك سيادة الدول المجاورة لاسيما اوكرانيا هل انت على استعداد لتصف فلاديمير بوتين بالقاتل على غرار بايدن؟ لسوء الحظ نعم نرى العديد من المؤشرات التي تظهر تجاهله الشديد لقيم العالم المتحضر وعدم احترام حق الدول في تقرير المصير وعدم احترام سيادة الاقليمية للجيران الوضع في اوكرانيا يتدهور مرة اخرى الناس تموت والشباب يقتلون مرة اخرى الاطفال يفقدون اباءهم والاباء يفقدون ابناءهم انما يحدث في وسط اوروبا في القرن الحادي والعشرين مزعج للغاية رغم انه غير مبرر في اي ركن من اركان العالم وكان الرئيس اللتواني قد زار اوكرانيا في السابع عشر من مارس الجاري اليوم الذي وصف فيه الرئيس الامريكي جو بايدن الرئيس الروسي بوتين بالقاتل وذلك في اطار تعليقه على تقرير نشرته المخابرات الامريكية يتناول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة اشتركوا في القناة